بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشوف ادنس على الريفت فيها كمية ادواء كتيرة جدا جدا ومساعدة. هناخد حاجة واحدة بس كويسة وهي ان انا اعمل اا باترن. الادا اسمها بي واي ريفت. بي واي ريفت زي ما تشاف فيها كمية كبيرة قوي قوي من الادوات المساعدة. فانا هاجي هنا من بي واي ريفت من مودفاي هختار ادت. هقول له انا عايز ميك باترن. فهو هيقول لي لا دا انت محتاج ان انت تكون رسم على الخط واحد ديتين لاين. فانروح الاول اجي هنا لانلوتيت وارسم ديتين لاين. اي شكل. وليكن مسلا قوس بالشكل دوت. حاجة بسطة كده. تعم? واحدة تانية كده. خلاص كده. هو ده الشكل بتاع البسيط. اروح بقى لبي واي ريفت. ان شاء الله ناخد الادوات دي او اهمها. واحدة واحدة اولو ميك باترن. فبيقول لي علم عليهم. علمت. ايت. ميك باترن. فبيقول لي عايز سميه ايه? هقول له. ايتش الليل. ده انت عايز لدي تيل باترن ولا مودل باترن. وعايز تعمل له. يتعمل create field region. والدوت طيب بتاعه عايز نوع ايه? والسكيل بتاعه ايه? هقول له create pattern. هقول له اعتبره من هنا. لهنا. الحدود بتحت. فبيقول لي نوع تعمل. طيب استفاد منه ازاي? هروح لانوتيت. راح لانوتيت. وقول له region. field region. وهو اختار الشكل اللي انا عايز ارسمه region. هو بشكل دوت. وقول له اوكي. فهيبدأ يرسم لي الباترن دوت. هقول له لا ده انا عايز الباترن ان انا ساعمله اللي هو هلال. هيرسم لي الهلال بالشكل دوت. تمام? طول ما انت بتعدل هو الشكل بتعدل معاك. دي اسهل الطريقة شفتها في الريفت تعمل بيها باترن. والبرنامج ده او انسورس مجاني. وكل الادوات اللي فيه ببلاش. وفيه ادوات كتيرها روعة. هلما نشوفها مع بعض في الدروس الابترن.